أسم الله الممتع ومعلمة والمصدر والمعينة المعلمة من قبل مدينة، نظر أن نقوم بتجهزئين بعض الأسئلة ومع أمر صديق محمد مختار، نراجع ونكمل بقية الأسئلة التي بدأتها قبل الفصل مصر محمد متاع الينا قبل الفصل، كنا نتعامل مع بعض الأسئلة أول سؤال في الامتحان، والأخر سؤال مضبوط نعم، مستر محمد، هنكمل بعض الأوقات التي ستبقى، السؤال الثاني عندي كده موقف حال ماذا بلغتوا قدامكم على الشاشة بيقول لي I'd like some envelopes A bottle of blue ink And two wrappers Okay, here you are That will be 15 pounds حالا يظهر الكلام ده قدامكم ده طبعا ماذا دينه عايز طبعا تقولوني In place The two speakers will function Once more A بيقول I'd like some envelopes A bottle of blue ink And two wrappers Okay, here you are That will be 15 pounds طبعا هبايا لازم يكون في بعض الكلمات لازم يركز فيها كده دائما الكيووردز في كل محادثة في كلمات هامة عندي كلمة envelope المظروف عندي كلمة Pallel of blue ink طبعا إنك اللي هو الحبر عندنا wrapper ورازر فطبعا المكان ده الحاجة التي تقولوني باشتناها منين الناس تقول لي ممكن أكتب كلمة مثلا Bookshop هو مش محل لبيع الكتب تمام هل نسميه في الإنجليش Stationary Stationary طبعا بتبقى محل باعدوات مدرسية إذا كان طبعا أي حاجة خاصة بالدراسة يعني وبيبقى بالأكيد طبعا فيه salesman أو shop assistant أو في customer أو زبون لك خلاني نشوف الفرق مستر محمد لو إيه الفرق لما كلمة library ولما أقول كلمة Bookshop لما أجيب أقول مثلا أريد أن أجد هذا الكتب لكي أعطيه على أخي على اليوم تمام يعني لو أنا هاشتري كتاب أيوة يبقى دير المفروض Bookshop Bookshop الأهم من دا كله أن نكون عارف الكي ووردز الكلمات فاكر لما جالهم قبل كده وقال لهم إيه بيقول I'd like to deposit this sum of money تمام التاني قال له أوكي fill in this form هنا ما كانش عارفين كلمة deposit ومش عارف كلمة sum لو عارفهم أكيد كنا قصة كلنات حافظة كلمة bank وbanker أنا عارفك يا مسامحة بحب أشكورك على الملحوظة دي فتا أنت عايز تقولي الطالب المفروض بحفظ المكان وشخصيات بس لا يحفظ الكلمات أهم من دا كل الكي ووردز مستر محمد طبعا فاكر كمان موقف تاني لما قال مثلا I'd like How'd like it sir قال له Just trim it please ما كنش عارفين كلمة trim مش عارفها حين آه مزبوط فلازم طبعا حدي يسأل trim معناها يقص للشعر ويوضبو فأصبح كده لازم الكلمات تخيب لكم هنا فعشان كده في الموقف بتاعنا دلوقتي يا حباي كان واضح فيه كلمة envelope كان فيه كلمة ink كان فيه كلمة rubber فطبعا المكان أكيد هيبقى stationary shop ولاحظوا A-R-Y مش E-R-Y لو E-R-Y تبقى stand still يعني حد ثابت أو شيء ثابت في مكانه لكن كلمة stationary برمانزة stationary shop customer زبون وبعد كده salesman طبعا أول shop assistant البيع وrequest طلب شوف كمان نعم هنا عندي قملة تكلم على choose The politician died last week A thousand of A thousand of people attended his وعندي الكلمة choices كلمة conference celebration festivals and funeral festival أولا The politician السياسي somebody died last week Thousand of people ألاف من الناس attended attended what conference اللي نحن عارفين مؤتمر celebration التفعل والoverb celebrate the occasion of يحتفل بمناسبة كذا اننا نقولش كلمة celebrate with لا celebration with the occasion فيستفل مهرجان والودي موجودة عندنا الوحدة التسعة عندي كلمة فينرال اللي هي الجنازة طبعا عكس لطول كلمة ويدينج لما اقول مثلا they celebrated their anniversary يبقى فيه كلمات مهمة جدا كلمة anniversary الزكرة السنوية كلمة ويدينج حفل زفاف لكن طبعا فينرال اللي هي الجنازة او مراسم الجنازة طبعا الصحة بتاع اجابة بتاعتي كلمة فينرال فاصبحت الجملة بتاع بعضها the politician died last week thousand of people attended his funeral another statement yes yes let's repeat it sorry yes my brother is very space he went on an expedition to the mountains last year and the clever cowardly slow and adventurous my brother is very he went on an expedition رحلة استكشافية to the mountains last year محتاجة شخص مش بس يكون ماهر لا ولا طبعا هستبعد صفتيين كلمة slow بطيء وكلمة cowardly اللي هو الجبان عايزة طبعا شخص يجمع بين المهارة وأشياء تانية يكون عند روح المغامرة كلمة adventurous مستر محمد يعني شخص مغامر طب مستر محمد فيه شؤال معلش انا لو طالب وعرف في لتشوز بعض الكلمات هل ممكن اجرب الكلمات ده لو ما نفعتش هستبعتها اكيد طبعا احاول ابص بقى على الكلمات حلو اوى تكنيكي الاجابة نفسه طريقة الاجابة يعني ايه في الغالب او طبعا كل مرة انا عندي اربعة احتيارات لكن دايماً في اتنم منهمش علاقوا الموضوع الـ confusion مستر محمد بيحصل دايماً في كلمتين تمام؟ شبه بعض شبه بعض أو الاستخدام قريب من بعض أو قريب جداً كمان في الـ spelling وهكذا طب لو طالب تلخبط مثلاً في كلمة كاورد لي ودي أصلاً المفضل لها صفة وكلمة كاورد اللي هو جبان يعني طالب يذكر إزاي عشان الحاجة دي تمام احنا عارفين طبعاً أني أغلب الصفات يعني not all but most adjectives to be changed into adjectives عشان تحول إلى أحوال لضافة اللي خذنا مثلاً slow احنا نحن 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 لكن في صفات أصلاً منتهى بلواي لما قلنا مثلاً كلمة friendly أنا هيس friendly هو شخص عطوب أو ودود أو طيب لما قول بقى بيعملني بطريقة ودودة يبقنا friendly way قلت مثلاً كلمة زي كلمة Sally هي asked me a silly question the adjective تمام كلاً لكن لما قول سأل بطريقة سخيفة تبعاً a silly way تمام فنخلي بنا زي ما حتى كنت قلت لها بكلمة وتنبع أني ده حفظ كلمات تمام يعني الموضوع أصلاً هنا يعني مرتبط بأننا نكون عارف كلمة زي ما الوقت شفته كلمة cowardly قلنا دي أصلاً صفة تمام تبعاً 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 نرجع الثاني لجملة بتقول لي she likes unusual modern houses but her sister prefers traditional space عندنا طبعاً صفات مهمة جداً نلاقي برضو social conventional وعندي economic and political she likes unusual usual يعني غير عادي أو غير عطيادي modern houses جامعة كلمة house but her sister prefers بتفضل تفضل إبعا traditional ونها تقليدي architecture العمارة التقليدية اللي الكلاسيكل تمام عايز كلمة دايماً أو أحياناً كده كتير جداً نجيب لي كلمتين نفس المعنى لتأكيد المعنى يعني أنا لأي مثلاً الوقت اختير بتاعي كلمة conventional conventional تقليدي هي نفس كلمة traditional فلما أقول her sister prefers traditional and conventional architecture هي نفس المعنى لكن التأكيد طبعاً هاختر كلمة conventional also we have my cousin believes in space he never plans what he is going to do الشخص دايماً ما بيفكرشي قبل ما يتصرف تصرف بشكل عافوي بيباع عندي يترى spontanity ولا eternity fertility and morality and mortality أنا شايف سعيل دا صعب شوية فعشانك ممكن نشارك معنا هيبة طيب خاطئ hello هيبة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زي حضرتك السلام حمد زي كهبة الله يصلى بوث محمد محمدين محمدين يا هيبة عنت اي رأيك تسيري سعيل الاول بعد كناخد اسئلة خلاص مك ماشي هيبة هيبة انت كده شايفها على الشاشة يا بابا هتلاقي لو هتفصل قدامك على الشاشة اي تمام؟ choice بيقولك يباع my cousin believes in انا دايما لما اقرى الجملة يا هيبة عارفة لاني دايما الاستقاء المعلومة دايما من القراءة تشوفت انا قلتش believe مثلا ايات او believe in يعني ماخدش الامور بشكل عشوائي believe in يبدأ دايما كلمة believe مع حرف الجر مين in كويس او طيب قلت my cousin ده موفرد singular يبدأ لازم في believes اه صح كده الحاجات دي كلها اللي بحل بها طريقة find the mistake بالsystem ده طيب نوعة he never plans الشخص دعم له ما بيخطط what he's going to do لاحظت ان اخيات كلمة plan وقلت معاه he's going to do ما قلتش كلمة well هم تمام اه طيب يترى هنا الشخص دا بيبقى spontaneous اه هههههههه اصلي ايه بها شاطرة انخلت لي بينا شكرا شاط اه طيب يترى تقول لي كلمة spontinity يعني ايه spontinity اه العفوية برافو عليك العفوية طيب بالمرة بقى تقوليني eternity اه 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 اترنتي fluid اترنتي تمام اه طيب fertility الكامل اللي خدنا في المنهج fertile soil اه خصبة برافو عليك هنا الخصوبة يبقى الحل بتاعنا اي بقى هيبة دروايتي على بعضها الجملة رقم اي يبقى ميكا ازينت بليفز ان اسفونتانيتي اسفونتينيوس يعني عفوي هنفر بلانز واته اسفونتينيوس ايبقى تحب تسيلة تاني ولا عندك اسئلة انا عندك اسئلة بسرا واسئلة موت عندك يعني تتسيلة الاول تاني مش عندك هي commentaires موتش اي sim كي تستعمل اي 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 ا مهمد يعني ان ايええ اي اسفونتين يعني اي اي ا اي اي ا 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 time او الاسفونة ا اي اصح insة ا او الناب او الاسفونة نعم. أجدت من أن تكون ماذا؟ ماذا؟ يعني أنه ما هو؟ استكشف نعم. أجد اعرف. أجد اعرف. أجد اعرف. أجد اعرف اعرف. أجد اعرف. أجد اعرف بإرسالات. أجد بردو أن تكشف على الإنترنت. صحيح؟ نعم. الآن نستطيع للمسؤالكم. حسنا. كان عندي في البليس سبيكرة الأي سبيكرة الأي. قل لأيك بلس. أعلم بسهولين لتتركي في أول قبلك؟ لا هباب الرحشم بني لنصلت إلى جيزا سكوار سكوار وكما يساعد عمل أيضاً سيأخذها عنك بأثنين منتاثين 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 منتظم لذلك ..عانا واضح كده تقل به ذات ويقول ل�를 تقل في أثنين منتاثين منتاثين منتاثينяни عندما يقول ، لازلها في سنجال بسبب الهتمان أنني طبعاً أستغل الموقف ده هم مكتوبوا دمك على الشاشة نستفيد كمان بمعلومة هتلاحظي لو انا ايه رأيك لو انا بدلت يا هيبة مكان كلمة allow وحطت كلمة let تفتكري يكون ايه let ايوة let بنفس المعنى let هتلاق let ايه let passengers get off اه يعني شل ساعة تانين اه to هنشل to برافو عليك يبقى allow passengers to get احنا الوحدة الاثناشر ان allow بعدها دايما to زائد المصدر allow passengers to get هي بعينها let passengers get off قلمة get off معناها ينزل before you would you mind لحظت كمان كلمة mind يمانع دايما بعدها فيه yes gerund تمام يبقى وهو الصح انه gerund مش verbing زي ما انت قلت كده would you mind telling هل تمنع في قول ها meet تقول لي when we get to اه انا خدت مرة get off وخدت مرة get to could you please tell me the difference من ميني ام get to اللي هو يصل الى مكان تمام برافو عليك get to تسوي كلمة reach او كلمة arrive yes get off يعني ينزل ينزل بالضبط كده geiza square ميدان الجيزة كلام طبعا ده on a pass تمام هو هو speaker اي يعني اللي هو please allow to get off before you اي وانا هقولك دلوقتي لما جل اول بس انتفقنا ان هو on a pass صح او ميش on a pass يعني فين ده في little piece تمام بالتأكيد ما قلتش on a train طب تفتكري ليه مش بننزل بقى محطات بقى صح كلمة مفعش ميدان الجيزة تمام طيب speaker اي الشخص بقى اللي هو بيجمع التذاكر ويقول الناس اي احنا عندنا على اقل في مصر هنا بيبقى هو طبعا مسؤول بقى اي من الناس انت عارفة ازا حين يعني تفتكر مين بيجمع التذاكر بقى yes conductor يبقى speaker اي عايزة عارف كمان منك لما اقول please allow passenger to get blight request برافو عليك polite request يعني طلب مهزب تمام طب التاني بقى بردو I would you mind هو بردو بلات نفس القصة بالضبط polite request لان استغلاف ساعة كلمة would you mind تدلل على الادب وفي نفس الوقت بقى قولي انزل او فين الميدان فطبعا ده برضو request تمام that's it do you have any other question yeah go ahead عندي انا عاوز اعرف الفرق ما بين يعني ام تاخد include contain include contain و contain تمام و consist كان بالمر عشر حاضر و consist بص بقى نبدأ من تحت بكلمة consist of تمام ما بتجيش كلمة consist إلا معاها كلمة of يعني يتكون من و دايما مع المملكة parts of something الاجزاء الرئيسية في الشيء تمام المكونة الرئيسية لما قول مثلا ايه great freedom او مثلا the united kingdom مملكة المتحدة consists of بتتكون من مثلا england scotland walls and a part of irland يبقى ذكرت كل الاجزاء معايا م زي ما بصدرت تقول ايه our flat الشقة بتاعتنا consist of three bedrooms a bathroom and a big kitchen وصلت يبقى consist of دايما الكامعة الرئيسية بتاعت الشيء طيب كلمة include include بتكلم على جزء من كل خليكي فاكرة جزء من كل لما تنزلي مثلا تعملي shopping يترى بتقولي I'll do shopping ولا I'll make shopping do shopping do shopping كويس اكدنا لحاجة طيب هتقولي my shopping list يعني قائمة المشتروات includes مع مفرد صح includes sugar tea milk تمام كده دا بالنسبة لي باسكر أشياء من كل يعني جزء من كل معنى كده ان في حاجات تانية زي ما بالضبط بتقولي مثلا the team list أو the list of the team قائمة الفريق includes مثلا محمد صلاح يبقى باسكر واحد من مجموعة وصلت اي ولما بنقول مثلا the charge of the room includes breakfast بتشمل كذا أو من ضمنهم كذا ولو راحز برضو عن الكلمة including ومن ضمنهم وبداخلهم لو قلنا يعني unfortunately في الحادث يعني مثلا some people أو ten people died including أو ten people including three children died وصلت طيب عندي بقى كلمة contain contain يحوي بداخله دايما فكرة شمول الشيء بداخله لما قل this or this cup of water contains أو this cup contains water يحوي بداخله مش بس على فكرة سوائل انا ممكن مثلا this area المنطقة دية contains 50 blocks بداخلها 50 عمارة وصلت اي 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 كمان عندك في اسئيل كان فيه كلمة كنت عوزة اعرف معناها فبضال bio feedback bio 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 feedback feedback يس اولا انت عرفوا بص كده ان انا عندي كلمة bio كاببريبياشن كده جاي هي كلمة biology عارفها biology اي logi علم وبايو الاحياء يبقى كلمة bio معناها life bio معناها life الحياة نفسها انما كلمة feedback بنسمحنا كحاجة في التدريس كده بنسميها التغذية الرجعة او التغذية المرتجعة يعني ايه يعني مثلا دلوقتي انا سألتك سؤال كويس او امتحنتك امتحان جبت درجة معينة فبعد الامتحان انا شرحت لك ايه او حالت معك الامتحان كويس اوي بعد يومين ثلاثة اديتك نفس الامتحان عشان شوف دي بنسميه احنا كسيستم او كتكنيك بنسميه تغذية الرجعة عايز اشوف ايه التطور اللي طرق على ادائك بعد الشرح وصلت اي فلما اقول bio feedback يعني ممكن تقال طبعا في سياب ان ما تعلمه لنا الحياة يعني ان ممكن موقف بتعلمه لنا الحياة ومر علي فبتعلم منه لو موقف شبيه ليه باستفدت ايه وصلت فأصبح it by o feedback that's it have you got any other questions ممتح لتقال okay please try to hurry up find some stink yes so done I am sure some kind of books aren't going to be replaced I am I am sure sure some kind of books some kinds of books aren't going to be replaced are not going to be replaced ايه صح كده؟ طيب لما تقول ايام شورة طول ما باخدش كلمة ايه تمام كده؟ ده في الوحدة الاولى لو قلت مثلا ايه تنفع ايه 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 لما خدنا ايام شور دايما كده باستخدم معها كلمة كلمة ايه؟ وال يعني هستغل الجزء بتاع وخلي وصلت؟ هبه، شكرا لك على الوقت سوف نرى محمد ماشي محمد نرجع تانى؟ كانت الجملة نمبر 6 بتقول لنا ايه 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 ذام كانت تهبها طبعا جوبة بومنا شباب ديه هنا باستخدم على الاسم طبعا خدتها بك الاسم وقت اخدها صفة على اللحظة طبعا بين از و از دايما تبقى الصفة مجردة يعني مفيش اضافات نستركز تانى بين از و از بتبقى الصفة مفيهاش اي اضافات انا خدت هنا كلمة بريف شجاع و خدت كلمة و خدت كلمة و خدت كلمة طبعا على طول كلمة لما اقول انا مش باخد الامور بشكل عفوي او بثلات القائية زي اصحابي او زي صديقي و هي طبعا she does things و لاحظت do things ما قولتش make things as soon as بمجرد she thinks of them نستركز كمان لكلمة as soon as ما حدش يقول دايما بعدها past perfect لا انا بتكلم as a fact هناك حقية فالكلام بالنسبة للpresent تمام؟ عندنا كمان they live in the country they have a different space from people in the city or cities lifelong lifestyle lifespan and lifeless طبعا lifeless يعني معلم الحياة ما فيوش حياة خلص طبعا الفرق بيننا كلمة lifelong قلنا دي صفة lifelong ambition طموح لماذا الحياة و عند lifestyle اسلوب الحياة و كلمة lifespan اللي هو معدل عمر الفرد يعني فبالتأكيد الإجابة عندي كلمة lifestyle الناس في المدينة لها طبعا اسلوب حياة مختلف عن الناس في القرية فاللي جاء على طول they live in the country they have different lifestyle from people in cities do you have فونكم مستو رحمة مركوا مستو رحمة مرفق مستو رحمة المترجمات 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 تحاول انك ترشد نفقاتك اليومية أو تعمل لها ميزانية على أقصى ما أستطيع لا تقلق أبدا ده واضح ممكن يبقى في البيت المشكلة يعني يعني انت مثلا كطالب بقى عبد الله فبابا بيديك الفلوس مثلا يقول لك عبد الله يمزك لك شوي اه يبقى هتقول له والله انا بعمل أقصى المستطاعة يعني او ممكن هو ده عبد الله صح عبد الله ده انت يعني ايه ده انت ممكن تقول يعني ايه انت بتسلم مرتب جاهز يعني خلينا نقول ماشي كلامك كلمة في المنزل صح كده طبعا وبعد كده نكتب طبعا هازبند طبعا اللي هو الزاوج ولاحظة ما نطعه زي هازبند طبعا مش هازبند وصل كده وطبعا بيتكلم مع وايف فقالت له ايه قالت له نيفور فير ما تخافش اوه طبعا ده ما عندما نخافش يا بقى متخافش عبا يقوله بقى يا ترى.. هنا لما نيجي نقول في الاولة دي تركيز لنجح مرتب جاهز ممكن تكون اه اعطاء نصيحه اعطاء نصيحه طب هنا مستر لو كتبت الاثنين يعني في الانتحان الافضل الله اه واحنا يعني بالتعليمات بس الفكرة يعني احنا دائما التزم بالتعليمات ولكن لازم تعرف ان كل بيصحح في صفك مش ضدك يعني ايه يعني انت مثلا هنا خلطت وخلطت الاثنين ما فيش مشكلة صنعات دي يعني لكن التعليمات ان اكتب A و number 1 اه yes function A تبقى في الاولى والتانية function B تمام 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 احضل عندك اسئلة انا اكيد اه معلش فضل فضل طيب speaker A ياس fill it up please fill it up please اه please اه speaker B ياس leaded or unleaded ياس leaded or unleaded بس انتقعها leaded اه leaded اه تمام or speaker A the letter of course the later the later the later of course the later is الاخير مش لك اخر حاجة اه اه طبعا عندي ايجابة ان هي ممكن هنا اه petrol station اه تمام مضبوط عبدالله مضبط كده car owner تمام ياس هوا انت بس ان بس انت مالك نستفرنا معنا برضو لما انك fill it up احنا لازم نخلي معنا في fill in و fill up اه fill in يعني complete تكمل لما يقول fill in the form تكمل الاستمارة او ملائها يعني او complete تمام تمام لكن fill up with a liquid انك تكمل بسائل تمام تمام عشان كده قلنا fill it up ولاحظ انا ممكن اقول ايه fill the tank up او fill up the tank لكن ما ينفعش اقول fill up it تمام يعني تاني كده يعني لو دي مفعول بالنسبة لي كلمة it لو جات pronoun زي كده ما تجيش بعد الجزئي التاني في الفعل لانا عندي هنا ده يفرزى الفيرب فعل وعندي اه قليل الى كلمة up اه فممكن اقول جزئية الفعلة هم زي انت شايف المفعول في النص تمام fill the tank up او fill up the tank لكن ما ينفعش اقول fill up it دنوقطة طب conversation with a guy قليل كلمة لير لكن ما هاشي علاقة بالإسم هنا هنا الادل والرصاص الرصاص المعدن نفسه تمام فقالنا انى اندل هنا خدتها كصفة or unledل يعني طبعاً لما بقول دايماً بنعلي في الجودة بتاعة البنزين أو البترول بنقول بقى إن الوصص طبعاً ما أدرس بيقل منه فالتاني بيقول له دا ليتر اللي هو الأخير أو التاني يعني المكان زي ما أنت قلت كلمة بترول بترول ستيشن والناس تخلي بالها إن بترول طبعاً مش معناها بترول معناها بنزين الأمريكان دايماً بيسموها جاس ستيشن يعني إما بيترول أو جاس ستيشن ممكن فلينج ستيشن أو فلينج ستيشن شخص الأول مين بقى؟ الشخص الأول اللي هو كار اونر يس كار اونر أو درايفر أو مترست اللي هو القائد السيارة يس؟ طيب سبيكر بيه أتندنت بالضبط كده العامل في المحطة أتندنت تمام وفانكشن لو هنا اعتبرنا بيه مثلاً إنكويرينج هو هنا الأول فلت أب بليز تمام كده بيه اعتبروا انكويري والأولى اعتبرتها بلايت راكوست تمام؟ تمام طيب ماشي سؤال في القصة؟ ماشي عبدالله بس سريعاً عشان دي فرص لزمانك برضه فضل ماشي هو دد راسند الـ اون باريس اون باريس اون باريس اهو اللي هم أصدقاؤه؟ اه بشكل سريع جداً كده انت عارف كلمة كول اون 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 كان طبعاً تصل بأصدقاؤه أصدقاء القدامة الاثنين جورج فيدرلي تمام وأنتعارف أن جورج فيدرلي أنا طبعا دايما بعمل يعني بقولها بشكل فاني كده مع كل زمالك فتكروها خليك فكر كده يعني بقول لك بسميه جورج أبور ريش أبور ريش بقى أبور ريش بقى انتعارف بقى كلمة فيدر تمام عشان موقف زي كده ما تنساش تقول لها كان مستر محمد عبد السلام مستر محمد مخطر أبور ريش بقى فاقي بقى فكره جورج فيدرلي كان شغال في السفارة وصديقه الثاني بيرترانب بيرتراند بيرترانب بيرتراند حسن حسني بيرترانب بيرتراند دا كان شغال جورناليست جورناليست يعني صحفي وصلت؟ طيب تمام لو قال لي هنا جاء السالة اللي قبل اللي فاتت وقتل بيرترانب بيرترانب وانفوشن لم تحطنوش في النص كلمة يعني place and time سيتنج نعروف ان هو place with time بتاع الرواية فنقول طبعا the prisoner of zinda takes place بتكلم present هاو مضارف ما فيش مشكلة خالص the prisoner of zinda as a novel takes place بتتم أو بتحدث in ريرتينيا a fictional country in the middle of Europe في دولة اسمها ريرتينيا في وسط أوروبا دولة خائلية وفي نفس الوقت in the late 19th century في نهاية القارن 19 in the late 19th century نهاية القارن 19 وصلت؟ تمام تمام نشكولك عبدالله على سيلتك مرحبا شكرا شكرا نعم بيقلت أنا مستر محمد كوكلي بيقولي in some countries it is the space to take or to shake hands whenever you meet someone لم ما احنا طبعا بحاول الوحدة دي مستر محمد كان الوحدة اللي أخري بزيت كانت فيها كم كلمات كتير بزبط والكلمات دي ممكن يعني ايه فاكر انت باع يعني ممكن تيجي وحتى في المتحطة القربيجة كلمة conscientious conventional influential كلمات دي كلها مهمة جدا كلمات دي مكالكاعة دي ايوة بالضبط فهنا بالمجولة بتقولي in some countries it is the space to shake hands whenever you meet someone يأترى convent ولا convention ولا conviction ولا conversion أكيد على طول لقابة بتاعتنا كلمة convention يعني it is the convention it is the habit or it is the custom العادة انك تتعلم الناس بالأيدي في بعض الدول طبعا government employees space at the age of sick stay من غير حتى مكتب choices اكيد كل حبائي عارفين اني موظفي الحكومة بيتقاعدوا في سن الستين طبعا انا عايز اأكد بس ان كلمة employee employee يعني يوظف او يشغل وعندي employer صاحب العمل وان employee اللي هو الموظف employment توظيف او تشغيل unemployment البطالة ولمون راسندل is unemployed عاطل او لا يعمل مصر محمد قبل ما تتجاوض فاعد في معانا سارة شكلها شطر على فكرة ممكن تشاركنا في طيب نشوف مصر محمد سارة سارة مصر انا سأخبرك انا سأخبرك مصر محمد مصر محمد سارة سارة يتقام الناول 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 نعم اصبحت الاسم انا عندي كلمة لو قلت فانا عندي هناك فرب يترى بعدي تو أو مصدر أو بوث وطن الفيزيج تسمعي كلمة طيب تديني مثال مثال اه اه كورنمينت اه لا انا مش عايزة بص مشتير المسال دا انا عايزك ترجميلي كده قولي لان اندم لان اندم على مشاهدة حلقات مثلا المصر التعليمي ترجمي اه 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 انا كنت مسأل زملتنا سارة كني بنقول ان كلمة طبعا دايما يعني فعلي يندم ممكن بعدي تو مصدر او تو اصل الفعلياني او ممكن يقى عندي فيرب اينجي او جاند لما اصح لما قلنا لن اندم على مشاهدة الحلقات يبقى ايوالنات رية واتشيني يعني لازا كنت طبعا بعد شيء ما بيتم فاقول هندم عليه او ما ندالمش ما لازم في ايه اي اينجي لما قل مثلا ايطول سامبي اي ايسكريت قلت الشخص سر ما وانفورشنطلي قال ناس تانية فبقول أنا ندمان أنه قلت له دائما بعدها فعلة في أني جي معناها أنك أنت ندمان على أنك فعلت شيء زي ما أقول بالزبط كده يعني مش طلبة بتوع مصر التعليمية ومش كل طلب مصر إن شاء الله محدش عايزينه يقول لنا أو ولاحظنا في نط قبل الجراند على طول لكن لما تكون هتبلغ حد بشكل سيء هتقول مثلا I regret to tell you زي بصضبط I am sorry to tell you أنا آسف أني بلغك some bad news عندنا كمان كلمة روزين على الشاشة تبنى حباي معناها يستقيل مسلم حالد أنا آسف فدر لا فدر I regret you know cutting you off all the time I regret cutting you yes تغريد how are you هاي هاي مصرح زي كتغريد أي أخبار الحمد لله كمام نحن مصرح أنا مصرح صدق صدق أحنا خلاص جوبنا مصر محمد كلا خلاص أقب بنا متأبو ييز ما لهم كانت على الشرعة بس دام كل حبانا لتاير زي إيج آف سيكستي هاسمع دلوقتي تغريد تفضل تغريد بخيصة choice choice before using space before using using space space أه بعد كده it had it it had have or has had 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 to be had to be soaked 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 in water on water breast 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 بابر بس بابر بس كده؟ اه ابنة استنى من وراء؟ انا الوقت باستنى من وراء قدامك هي تفتك الوراء دي اصلا انا قبل ما استخدمها بروح حطها سوك انقعها احطها سوك انقعها في المياه حطها في المياه فترة طويلة وبعد كده اضغطها وبعد كده اجفها في الشمس بعد كده اكتب عليها؟ اه هي كنت اقري مش عرفة الطريقة بتاعت الوراء ازا انا عازل تقري بس النص بتاع الريدنج الريدنج بتاع الوحدة التامنة اللي بتكلم على پايروس او پايروس السؤال play لو بس عايزة تركزك كدا إنما قول اسمها aposởi ولنست aposởi كويس؟ نعم اسمها 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 ابوستروفي اه تمام يبقى اسمها ابوستروفي اس او اس ابوستروفي اوكي ايه طيب لما تقول الفندو ده فندو الخمس نجوم بتقولها ازاي؟ هذا يكون this is a اه five stars five star hotel ياس؟ نعم ما قلناش five stars the hotel صح؟ اه قلنا this is a five star hotel تمام؟ اه تمام تمام عشان كده بس ضبط نفس الكلام كده بقول ايه اجازة خمسة ايام تبقى five day holiday اه منعملها كده بس بتأكد طيب زي الفن طب انت عارف ايه سبب اصلا يا تغريد؟ لا مش عارفة بس عارفة كده ايه بص لو قل الرقم جي قبل الاسم بقى الصفة ما نحطلوش اس لكن لو انا عايز اقول هذا الفندق خمسة نجوم هقول this hotel is five stars five stars هنحطلها اس ده خلي بالك لو دي بعد الاسم مستر محمد راتب بقولك ازاي خلي بالك بص دعا لما تقولي هذا الفندق يكون خمس نجوم تبقى this hotel لو بلاتب الاسم اهو hotel is five stars اه تمام كده لكن لو بقول ها بص بحط الصفة الاول يابا مفرادة اكتبها احسن بص كده الكتابة يا بابا عشان برضو كل اصحابك this hotel is five stars ماشي ماشي او this is a five star hotel yes بالمظر ده يعني كده وكده yeah that's it او this او this a a everyone everyone has 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 his own problems his own problems problems او اشتر اجام على مفرد اه بص بقى انا عايزك الاول عايزك الاول كده تقولي لي اه لو انا عمل هنا question tag اه اه يلا عملي question tag على الجملة اه اه ام hasn't طيب اقول hasn't انا خلي معاك hasn't haven't مش عافة طيب انا عايزك تركزي بس انت كل اصحابك الجملة مازال فيها خطأ وانا هوضحه دلوقتي بس انا عايز اوصله بطريقة تانية لو قلت كلمة everyone اه او no one او somebody مش دي مفرد او anyone ركز كده كلها في question tag تبقى they تبقى ايه تبقى ايه وانا مغمط كده شفت كلمة everyone احط كلمة ايه they they تمام طيب اه اخش عالفعله عندي الفعله هنا has فعله اساسي بمعنى ياملك اه هستعير بقى الجماعة اللي هم قاعدين بيشتغلوا كله معانا اللي هم ها اللي هم do و does و did do و ايه و did طيب هنا بالنسبة لنا الجملة مضارع اه لايه تبقى do او does do او ايه او does they تاخد اه do حلوة اوي طيب الجملة هنا بتاعتي مثبتة او منفية لا مثبتة مثبتة يبقى المفروض السؤال مضيف تبقى اه منفية منفية تبقى اه don they حلوة اوى بالصغل مختصرة مش do not don they بنفس المنذكر don a they طيب حلوة يبقى كده بنسبة لنا ده خلصتنا من جوز تعالي بقى هنا بقول قعدة ان هذه الكلمات everyone someone nobody somebody كلمات دي كلها تعامل بفعل مفرد ولكن ضمير جمع فعل مفرد ضمير ايه جمع الفعله مفرد كلمة has لكن الضمير يبقى جمع جمع كلمة his there ممتازة كلمة there كلمة ايه there لان جمع his and hair there زي ما في المستر مثلا في الفصل بيقول ايه مقدرش يقول everyone brings his box قعدة يجيب كتير لا ممكن بتكلم في فصل مثلا mix او mix class يعني فيه اورده بنات ومقدرش يقول everyone brings her box يبقى اتكلم عدم الناس الصدر مش يجيبه كتب فالمستر بيقول ايبقى everyone brings their box الكل يجيب الكوتب بتاعت فاصبحت الكلام ايه جامع يعني مستر محمد تاخد فعل مفرد وضمير جامع بالضبط كب طب معنى السؤال ثاني بس طب تغريد I'm so sorry to say that I think طب سؤال ممكن طب سريعا دستاني تعرفة في نسكر جدا مستنين من زنايا خلصنا خلصنا طيب هدير اوكي go ahead هدير 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 خلاص I'm fortunately I'm fortunately I guess we have only one minute yeah okay yeah طب نشوفها جملة مستر محمد سريعا جملة بتقول It was an space lie It is easily understood by everyone كل شافها اتا كد تبقى كلمة ambiguous ولا obviously ولا عايز كلمة obvious ولا كلمة unclear اذا كانوا كل شافها بكلمة obvious اللي يسوي كلمة clear مستر محمد بجد I don't know how to thank you for all this effort انا نشكر بيدا مستر محمد اعزائي طلبت وطلبت سنواري عامة ما تنسوش في عندنا لسه النهاردة تاني من اربعة الخمسة في حلقة مع مستر محمد مختار مراجعة في متألة اهمية Thank you so much for listening to us and see you next week Thank you